مثلا مشلا فلنافرض يعني ان حد طلب منكم انكم اتبرع بحتة من كدك عشان هو يعيش وأنت كمان هبتيش بسيضرلك حاجة تعال ايه؟ مفيش حاجة اسمها تبرع يدفع يعيش انا ايه اللي يخلينا اديه كبد انا لا ايه في الشارع؟ ماشي بتاخد كام ده ولا حط عشرة مليون انت مش لازني يدفع يعيش؟ ايه بس ده اللي موافق انا خاف انا درس بيوجعني بالسنة بخاف اروح اخلعه الا الوجع يا بيت قولي فتح وقفل و لا ولا ملايين الدني ولا انا صراحة انا اتبرع بيها يا بلاش قصي جسمي ده حاجة ربنا الدهالي يعني ما فاش ابيع واشتري فيها يا اما لله يا بلاش وبعدين بقى واحدة ايكل الكبدة دي ازاي دلوقتي بعد الفتح والقفل هاقولها ازاي انا تاكلها كده اه ايه جوافة اللي انت فيها دي فنان خلاص سبلينا احنا الكبدة وخليجي انت في المخ ايه 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 قصة الكبد والتبرع والحاجات دي وقاعد سهران وبتضحك معنا والدنيا ماشية كده انا كبدة امامه انا زلت فل ربنا اديك الصحة انا جيب ايه اصلاح حضرتك قصة تانية الواحد يعمل اي حاجة في الدنيا عشان خاطر حضرتك والله اين عارك حبيبي عارك سيبك بقى من الكبدة دي ويدوس في المخ نجيب راجع مبسوط ومزاجه حلوة قوي كأنه كان سهران مع عياله اللي ليه سنين مش هفهمش عمري ما شفته بالجمال والروآن أعلم المزاج العالدة ليلة جميلة يا طريف الولاد سعد و سعده اللطاف بشكل اتعشت معهم أحلى عشا ما كرتوش من زمان بحدف هنا او شف الوقود الاسمه سعده أتصور بس عد يتبرع بجزء من كبده لأي حد محتاجه ما قلت لوشن ليك طبعا اي انا كلمت من بعيد كده مساعد من المشرفات بيخاف من فتح البطن والوجعة كواس انك ما قبلتش الوقت الرزل القتم ده كان فتح لك تحقيق مين عليك ما قبلت لوشن انا روحت له لحد عنده زي اخواته ما تزعلش من حكاية القلم دي انا قاسم اقا تفضل انا كيب بيزت رائح هيدا اعلانfor اني برضو تهورت احساس انتقرتزت منك عشان صحر طلعب السليم قد معرفو صحر كويس لكنك بتلعب بيت ونت كمام كنت بتلعب بيت القلم ده كان لازم ياجي فوقت عشان فوق عشان مدخلش نفسي اتاني فلحبة مش لعبتي عشاي؟ يا ريت جو لطيف هنا في الوقت ده من الليلة جدا بتكتب بكتب اه انا مبسوط انك ما سبتش تشغل بعد اللي حصل موقتا بس لاني محتاج فلوس الشهر ده خليك عندي لو سمحت انا عايزك تبقى موجود حاضر شكرا يا عفو على ايه على كل حاجة على انك سمحت وعلى انك وفقت انك تبقى موجود الشاي تفضل اه بتكتب ايه بقى رواية هتطلع قريب لسه موضي عدان نهار ده برافو جميلة على كده بقى انا هبقى صديق لقديب كبير لطيف انت او انا جيب ايه يا حبيبة الرواية دي مجرد بداية وبعد كده هتبقى يعني هكيد قديم كبير مش موهم مجد مش موهم ايه بكتب عشان اتبسط وساعات عشان اتعالج وساعات عشان اتكلم وساعات عشان اعمل اللي مقدرش عامله في الواقع الكاتب انا اجيب به هو الجبان الحزين الرجاي العياني اللي بيقدر بالكتابة يبقى عكس كل دول حلوة الفكرة عشان كده مش فارق معايا انكتب كتير اواخد جوايس حتى النشرة خيال ما كانش فارق معايا مانكرش بصراحة اني فرحت اول ما ده حصل فرحت اكتر ما كنت اتخيل حسيت اني لايه ايمان احساس جميل جدا يعني مثلا لو حد محتاج وده اعتبرها فكرة قصة مش اكتر من كده يعني محتاج ايه؟ محتاج انه تكبرع له بجزء من كبدك عشان هو يعيش وانت مش اكترك الحكاية طبعا تعمل ايه؟ ترفض ولا ولا توافق ولا تطلب فلوس فلوس كتير جدا 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 واخد التجربة لسببين اول سبب اني بقى طلبت مبلغ كبير لاني مغرور وبعدر نفسي جدا جدا فاكيد لما هبيع جزء مني لازم يبقى غالي ولازم يبقى اغلى من اي عملية ممثلة ان شاء الله 500 جنيه تاني سبب اني بقى اخدت تجربة العملية الكبيرة بينج الاقتراب من الموت فكرة برضو اني بقى فيه جزء مني حي في جسم حد تاني دي فكرة مذهلة نجوم رمضان معاك على واتشت اشترك وما تخليش حاجة تفوتك اشتركوا في القناة